اشتركوا في القناة في الأسفل في مستوى المنطقة القطني إذ يستدق في نهايته السفلية مشكلاً المخروط النخاعي ينتهي بامتداد هو الخيط الانتهائي الذي يثبت النخاع الشوكي في نهاية القناة الفقرية ما هي بنية النخاع الشوكي؟ دقق في الشكل إنه مقطع عرضي في النخاع الشوكي نلاحظ وجود منطقتين متميزتين هما نلاحظون بالشكل مادي رمادي بالوسط بشكل حرف X ومادي بيضاء محيطي في وسط المادي الرمادي توجد قناة تسمى قناة السيساء وهي التي تحويقنا السيساء الداخلي نلاحظ أن المادي الرمادي مكون من قرن أمامي أو قرنين أماميين صار وقرنين خلفيين المادي البيضاء تنقسم بعضلة أثلام منها ثلومين رئيسيين أمامي نلاحظ أنه واسع وقليل لعمق لا يصل إلى المادي الرمادي بينما خلفي ضيق وعميق يصل إلى حدود المنطقة الرمادي وأيضا هناك أثلام جانبي تؤدي إلى قسم المادي البيضاء إلى حبال نلاحظ هنا حبل أمامي وحبل خلفي وحبل جانبي طبعا هناك حبلين أماميين حبلين خلفيين حبلين جانبيين ست حبال إذن ثلومين الأمامي والخلفي وأربعة أثلام جانبي تؤدي إلى قسم المادي البيضاء إلى ست حبال حبلين أماميين وحبلين خلفيين وحبلين جانبيين المركز طبعا قلنا توجد المادي السنجابية متوضعة حول قناة السيساء وتبدو بشكل حرف X لها قرنان أماميين عريضان وقصيران وقرنان خلفيان ضيقان وطويلان في المحيط ألاحظ وجود المادي البيضاء وتبدو مقسومة إلى نصفين متناظرين بواسط ثلومين الثلوم الأمامي عريض وقليل العمق لا يصل إلى حدود المادي السنجابي والثلوم الخلفي ضيق وعميق يصل إلى حدود المادي السنجابي إضافة لأربعة أثلام جانبية أربعة أثلام جانبي بذلك تقسم الأثلام الستة المادي البيضاء إلى ست حبال طبعا أربعة جانبي بالإضافة إلى الأمامي والخلفي بصير أننا ست أثلام هذه الست أثلام تقسم المادي البيضاء إلى ست حبال هم الحبلان الأماميين حبلان خلفيين وحبلان جانبيين ما الخلايا التي تتكون منها المادي السنجابي للنخاع الشوكي لاحظ وجود خلايا صغيرة محاورها قصيرة تدعى العصبونات الموصلة وهي تربط العصبونات المتجاورة مع بعضها خلايا كبيرة نجمية هذه تكون في رؤوس القرون الأمامي للمادي الرمادي محاورها طويلة تخرج من القرون الأمامية عبر الجذور الأمامي للعصب الشوكي وتذهب إلينا تذهب تذهب هذه إلى الألياف العضلية لذلك تدعى عصبونات محركة عصبونات محركة يعني تأخذ الأوامر الحركي إلى العضلات عنها النوع الثالث من الخلايا هي عبارة عن الخلايا الإعاشية وأيضا شهد خلايا حبلية وهذه الخلايا الحبلية عديدة جسمها في المادة السنجابية وتعبر محاورها المادة البيضاء لتصل بين مستويات مختلفة من النخاع الشوكي ما أنواع الألياف التي تتكون منها المادة البيضاء للنخاع الشوكي تتكون من ألياف عصبية مغمدة بالنخاعين فقط وتقسم إلى نوعين هي الألياف القصيرة الموصلي وهذه تشرك طبقات النخاع بعض وبعض وعندنا الألياف الطويلة وهذه تربط النخاع الشوكية بالمراكز العصبية الأخرى وتجتمع لتشكل حزما بعضها طبعا يكون حس يصاعد ينتهي في الدماغ وبعضها حركة نازل ينشأ من الدماغ كالحزام الهرمية الآن أتي إلى حل أسئلة مراجعة الدرس اختر إجابي الصحيحة لكل مما يأتي لاحظ هنا واحدة مما يأتي ليست جزءا من جزء الدماغ هل هي المهاد أو البصل السيائي أهم الدماغ المتوسط أهم الحذب الحلقي طبعا هي المهاد يتصل البطين الثالث مع البطين الرابع عن طريق قناة سيليبيوس حدد موقع كل من البلع العصبي الآتي الجسم المخطط طبعا هنا سنكتب تعريف هو أين يوجد كتلة سنجابية وهي من النوع القاعدة طبعا أين يوجد هون الإيجابي يوجد فيه قاعدة كل من البطينين الجانبيين قناة السيساء هي قناة في مركز المادي الرمادي للنخاع الشوكي يملأها السائل الدماغي الشوكي طبعا سائل الدماغي الشوكي داخلي الوطاء ومنطقة من الدماغ البيني يشكل أرضية البطين الثالث وتتعلق به الغدة النخانية البطين الرابع جوف يقع بين المخيخ والبصل السيسائية وجسر فارول وملوء بالسائل الدماغي الشوكي الداخلي أيضا موظفة كل من البناء العصبي الآتي فرجتاء مونرو تصل بين البطين الثالث والبطينين الجانبيين الألياف الالتقائي في المخ تعبر الجسم السفني ومسلس المخ لتصل بين المناطق المتناظرة في كل من نصري الكرة المخية الحاجز الدماغي الدموي يمنع وصول مواد الخطرة التي قد تأتي مع الدم وينظم البيئة الداخلي لخلايا الدماغ إلى هنا يكون قد انتهينا من درس منشأ واقسام الجهاز العصبي إلى اللقاء في درس قادم